واستكمالاً لهذا الملف ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الملازم أول محمود المحمود الناطق العسكري باسم جيش العزة العمل في ريفي حما مرحباً بك سيادة الملازم بدايةً أود السؤال عن الاشتباكات أين تجري حالياً وعلى أي محاور بالنسبة للاشتباكات على جبهة قمحانة أيضاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشعر الله وقاتلكم بكل خير الحمد لله اليوم الثاني على التوالي قوات الثور في ريف حما الشمالي تشن هجمات واسعة وتوجه ضربات قوية لقوات النظام على عدة محاور في ريف حما الشمالي أما إذا عدنا لسؤالك بالتحديد عن مواقع الاشتباكات الحالية في غرفة عمليات في سبيل الله نمضي في الاتجاه الغربي تخوض قوات جيش العزة معارك ضارية على اتجاه حاجز شليوت وشيزر وتم التوصول القوات إلى قرية شيزر وتحريرها بالكامل والسيطرة على الطريق الواصل بين مدينتي محردي ومدينة اسقلبي ويعتبرها الطريق هو الشريان الرئيسي لتغذية قوات نظام في ريف حما الغربي وابتجاه سهل الغاب أما على الانتجاه الشرقي في غرفة عمليات وقلوا وعملوا استطاعت القوات العاملة هناك تحرير قرية كوكب وعدة نقاط محيطة بها وهناك الأعمال جارية على عدة محاور طبعا لا نستطيع ذكر تفاصيل عن أماكن الاشتباك أو عن نية العمل في الهجوم المقبل لحفاظ على سرية المعرك وحفاظ على المقاتلين العامين على هذه المحاور نعم بالنسبة أود السؤال عن التنصيق المشترك ما بين في سبيل الله نمضي وقل أعماله وأيضا هناك أخبار أن حركة أحرار الشام الإسلامية وفصائل أخرى أيضا تحاول إطلاق معركة جديدة وستنضم إلى المعارك ولكن على جبهات أخرى كيف تؤكد لنا هذه المعلومات طبعا أولا بالنسبة لغرفة عمليات في سبيل الله نمضي وقل أعماله العام اللي حاليا في ريف حما هناك تنسيق عالي بين الغرفتين من حيث المكان وزمان وتقسيم الأهداف على المحاور وتنسيق عالي على كافة الصعود أثناء الهجوم وأثناء سيطرة بعض النقاط في الأماكن المجانبة لقطاعات العمل أما بالنسبة للسؤال عن المعركة التي أعلنها أحرار الشام على اتجاهات أخرى هي لم تعلن عن معركة ولكن هناك تقارير تتحدث أن حركة أحرار الشام الإسلامية ستنضم إلى المعارك ولكن على محاور أخرى بعيدة نسبيا عن المحاور التي تجري الاشتباكات حاليا عليها تماما تماما نحن نؤكد أن هذه المعركة معركة استراتيجية وستكون مفصلية في هذه المرحلة المراحل الثورة هناك عدة جبهات ستشتعل في الأيام القادمة كما ذكرت لك لن نستطيع التحدث بالتفصيل عن أماكن هذه الجبهات ولكن إن شاء الله هناك جبهات جاهزة للإشعال وستتوسع هذه الجبهات لتشتيت قوات نظام والحمد لله نتبع أساليب جديدة في هذه المعركة من حيث التكتيكات وأثبتت هذه التكتيكات فعالية جيدة من حيث تشتيت قوات نظام عن انتجاهات الهجوم الرئيسي ومشغلتهم من انتجاهات أخرى وتم خرق عدة مواقع لقوات نظام في هذه المعركة في هذه الأساليب حيث أن قوات نظام تشتتت وبدأت انهيار سريع ولم يستطيعوا أن يعرفوا أين اتجاه الهجوم الرئيسي وأين محور المشاغلي طبعا أؤكد بغض النظر عن إعلان أحرار الشام أؤكد أن هناك عدة جبهات إن شاء الله في الأيام القادمة ستشتعل وهناك تنسيق عالي بين جميع هذه الجبهات حتى لا نستطيع أن نعطي للنظام أي فرصة لالتقاط أنفاسه أو إعادة تجميعه في مكان ما أو إعادة هجوم معاكس لتحرير أو سيطرته على أي جزء من الأجزاء التي سطرنا تحريرها في الأيام الماضي شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الملازمة أول محمود المحمود الناطق العسكري باسم جيش العزاء شكرا لك